أنت أفكارك شئت أم أبيت فإن الحوار الذي يضور داخل عقلك هو من يسير حياتك فما أنت إلا مجموعة من الأفكار وما تفعله في حياتك كل يوم ما هو إلا تنفيذ للأفكار التي تسيطر على عقلك وإذا أردت أن تحسن أي جانب من جوانب حياتك فلابد أن تحسن أفكارك تجاه هذا الجانب وهناك مبدع نفسي يقول أي كان اعتقادك بأنك سوف تنجح في أمر ما أو لن تنجح فيه فأنت على صواف الحالتين فأنت لا تستطيع أن تنجح في أي أمر إلا إذا اعتقدت أولا أنك تستطيع أن تنجح فيه عندما سئل الملاكم المشهور محمد عليكلاي عن سر نجاحه قال إنه كان دائما يردد عبارة أنا الأعظم والتي غيرها بعد أن أعلن إسلامه إلى الله الأعظم حتى أصبح بالفعل أعظم ملاكم عرفه التاريخ وهذه العبارة كانت تساعده على الالتزام بآذاء التدريب اليومي وكان يستخدمها في اللحظات الصعبة في كل مباراة ولو لم تكن هذه الفكرة تسيطر على عقلك لاي لم تستطع أن يحقق هذا النجاح لا تستهين بالأفكار المختزنة داخل رأسك فكل الأعمال النبيلة كانت نتيجة أفكار كذلك كل الجرائم والحروب كانت بدايتها أفكار اكفيك أن تعلم أن سلاح إبليس الوحيد هو الوسوسة وما الوسوسة إلا التأثير السلبي على الأفكار لذلك عليك أن تحمي عقلك من الأفكار السلبية والهدامة وأن تستبدلها دائما بأفكار إيجابية بناءة عقلك مثل الطربة التي تقبل زراعة أي أنواع من النباتات أي شيء تبديره فيها ستحصده فهو يقبل أي أفكار تزرعها فيه دون أن يجادلك أو يسألك ما إن كانت هذه الأفكار صحيحة أم خاطئة بناءة أم هدامة ومع مرور الوقت تصبح هذه الأفكار هي من تشكل عاداتك وسلوكك تذكر مرة شعرت فيها بالإحباط أو الضيق أو الحزن بسبب كلام سمعته من شخص ما وتذكر أيضا مرة شعرت فيها بالامتنان أو السعادة بسبب كلمة قالها لك شخص ما سواء كان هذا الشخص صديقك أو حد أفراد عائلتك أو حتى لا تعرفه يمكن الكلمة يقولها لك أي إنسان أن تؤثر على شعورك بدرجة كبيرة لذلك قال سيدنا عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدق لأن الكلمة الطيبة لها تأثير بالغ على من يستقبلها كذلك الكلام الذي تحدث به نفسك في صورة أفكار يؤثر عليها بنفس الدرجة حتى وإن كان صامتا ظاهريا فيمكن لحديث النفس أن يجعلك التشعر بالسعادة أو الحزن بالأمل والإحباط بالامتنان أو التدمر فالأولى أن تتصدق على نفسك وتحدثها بالكلام الطيب ما تحدثك به نفسك عن الصلاة وصورتك الدهنية عنها يساهم بقدر كبير في حفاظك على الصلاة أو تركها ربما يكون لديك بعض التكريات السيئة مع الصلاة التي رسمت صورتها في دهنك على أنها عمل تقيل أو عبء عليك لانتهاء منه أو تركه وشعلك تحدث نفسك بأنك لا تستطيع أن تحافظ على الصلاة أو أنك لم تتعود عليها ولن تخشع فيها أو أن المصلين لديهم قدرات وظروف خاصة ليست عندك هذه الصورة لا تعكز جوهر الصلاة الحقيقي وكلما ذكرت نفسك بالله عز وجل وزاد علمك به سبحانه كما ورد في الفصل السابق كلما تغيرت هذه الصورة تدريجيا الألم والسعادة يخبرنا علماء النفس بأن كل ما نفعله من نشاطات في حياتنا اليومية إنما نفعله بذافع أن نتجنب الألم الناتج عن عدم فعله أو لجلب السعادة الناتج عن فعله فالألم والسعادة هم الذان يسيطران على دوافع بني البشر فمثلا بعض الأشخاص يحملون أنفسهم على الذهاب إلى أعمالهم كل صباح رغم عدم حبهم لها لتجنب شعور الألم الناتج عن عدم الذهاب إلى العمل وهو الفصل وعدم القدر على دفع الفواتير وما يترتب عليه بينما تجد أشخاص آخرون يحافظون على الاستقاض مبكرا بانتظام حتى وفي أيام العطلات وهو الأمر الذي لا يحبه الكثير لأنهم وجدوا الاستقاض مبكرا يجلب لهم شعور السعادة والعجيب أن ما يكون قناعتنا حول ما يسبب لنا الألم أو ما يجلب لنا السعادة هي أفكارنا فقط ربما نتذكر إحدى المرات التي كان يتوجب عليك أن تقوم بأمر معين لا تحبه وكيف أن أفكارك صورت لك صعوبة هذا الأمر وتقله عليك لكن بمجرد أن تودأ هذا الأمر وتستغرق فيه تنسى أصلا ما كنت تشعر به من قبل وتجد أن الأمر لم يكن بالصعوبة التي تصورتها بالطبع تأتي هنا أداة الشيطان الأساسية وهي الوسوسة فيصور لك الصلاة على أنها عمل تقيل مؤلم مرارا وتكرارا حتى تترسخ هذه الصورة في دهنك ربما تعتبر قصة ميل الأربع دقائق من أهم القصص التي توضح كيف أن تغيير القناعات يمكن أن يحقق ما يظنه الناس مستحيلا فلآلاف السنين كان الناس يتمسكون بالاعتقاد بأن من المستحيل على الإنسان أن يقطع مسافة الميل في أقل من أربع دقائق غير أن روجر بانيستر حطم هذه القناعة في عام 1954 بعد أن نجح في قطع مسافة ميل في أقل من أربع دقائق ويحكي روجر بأن السبب في ذلك لم يكن فقط التدريب الشاق بل أنه كان دائما يتصور نفسه ويحطم هذا الرقم ويحدث نفسه بأنه يمكنه تحقيق ذلك حتى أصبح الأمر من قناعاته الشخصية التي لا تقبل النقاش علاوة على ذلك ففي غضون عام واحد مما حققه روجر كان 37 آخرون من ممارسي رياضة الجري قد حطموا هذا الرقم أيضا فتجربته شكلت بالنسبة لهم نقطة مرجعية قوية غيرت قناعتهم حول ما يمكنه تحقيقه لم يكن هؤلاء الذين حققوا أرقاما قياسية يمتلكون قدرات بيولوجية خالقة هم فقط غيروا أفكارهم وقناعتهم صورة الصلاة غير أفكارك تجاه الصلاة اغتنم أي من ذكرياتك الجميلة مع الصلاة واجعلها تعكس صورة الصلاة في دهنك تذكر يوم أن صليت فيه صلاة خاشعة متمئنة كان فيها المسجد هذه أم صافية تذكر تلك المشاعر التي ملأت قلبك وأنت تصلي التراويح في رمضان أو تذكر صلاة أحد المصلين التي أحببتها وتمنيت أن تصلي مثلها جاهد عقلك أن يتصور هذه الصورة الجميلة للصلاة كلما صور لك الشيطان الصلاة بأنها عمل تقيل عليك لانتهاء منه أو تركه جاهد نفسك أن تطرد هذه الأفكار من رأسك وتستبدلها بأفكار أكثر إيجابية فأنت لا تستطيع أن تفكر في أمرين في الوقت نفسه كلما جاهدت نفسك أن تجعل صورة الصلاة في دهنك مرتبطة بالسكينة والسعادة والطمأنينة حتى وإن لم تصلي بعد فيتقبل عقلك هذه الصورة كحقيقة ولن تقوى عليك وسوسة الشيطان وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الجميل عندما قال أرحنا بها يا بلال أراد سيدنا عليه الصلاة والسلام أن ترتبط صورة الصلاة في أذهاننا بالراحة والسكينة وهو من أهم الدوافع التي تعين على الصلاة عبارات أحب دائما أن أذكر نفسي بعبارة إلا المصلين وهي الآية التي وردت في صورة المعارج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق نوعا إذا مسوا الشر جزوعا وإذا مسوا الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاة دائمون صدق الله عظيم فكلما شعرت بالحزن أقول إلا المصلين فالحزن لي سطيع أن ينال مني ما دمت أصلي وعندما يضيق صدري أقول إلا المصلين فأطمئن إن الله تعالى سيشرح صدري ما دمت أصلي وحين يصيبني التعب أقول إلا المصلين لأن الصلاة قوة وكلما أسبغ الله علي من نعمة أقول إلا المصلين فأتذكر أن الفضل كله لله تعالى فارتبط معنى الصلاة في ذهني بالاتذان والطمئنية والسكينة ولا أخفيك سرا إنما مرور الوقت وذكرار عبارة إلا المصلين حصدت مزارات فأصبح عقلي هو من يمليها علي دون مجهود بعد أن كنت أجاهد نفسي لزارع هذه الفكرة إلا المصلين في عقلي أيضا كلما راوذتني نفسي أن أؤخر الصلاة لتعب أو كسل تكرتها بعبارة الصلاة راحة ورددها محددا بها نفسي حتى أغلبها حتى وإن كنت أشعر بالتعب أو الكسل فأنا على يقين أن شعوري سيكون أسوأ حال إذا فاتتني تلك الصلاة وسيتحسن شعوري إذا دفعت نفسي للحاق بها فترسخ مفهوم الصلاة راحة في ذهني وإني على يقين أنك جربت هذه الحالة مرة على الأقل في حياتك حيث تدخل معركة أذاء الصلاة أم تركها فتقرر أن تتركها فتجد أن شعورك ازداد سوءا بينما إن قررت أذاء الصلاة رغم تعبك أو كسلك تشعر من شراح الصدر بمجرد أن تنتهي استخدم أي من العبارات التي تشعر بقوتها واجعلها أذاتا تدفع بها وسوسة الشيطان وحديث النفس أنت في معركة تتوقف عليها سعادتك في الدنيا والآخرة ولا بد أن تحارب شيطانك ونفسك بنفس أسلحتهم فقد فاتتك صلوات وصلوات بسبب أفكار مختزنة في رأسك لا حقيقة لها زرعها إبليس ويذكرك بها كل يوم وليلة لأنها سلاحه الوحيد حتى أثناء تصفيذه وغيابه فهو يترك المهمة لنفسك التي لا تجد غير تلك الأفكار فتمليها عليك في صورة حديث النفس فابدأ من الآن في زرع أفكار وعبارة إيجابي حول الصلاة تكون جاهزة لمواجهة حديث نفسك الذي يوسوس لك مع كل واقتصارا ما أحدثك عنه هو مفهوم تابت في علم النفس يسمى السيلف طالك ويستخدم أطباء النفس تقنية يسمونها التوكيدات الإيجابية التي تعالج حالات الانطواء وفقدان التقاط والاكتئاب وهي نفس التقنية التي يستخدمها معظم الناجحين من خلال قراءة لسيرهم فهم يستخدمون حديث النفس كأذات تعينهم على تحقيق نجاحاتهم وتعزيز التقة في أنفسهم استخدم عقلك تذكر دائما أي إن كان اعتقادك بأنك سوف تنجح في أمر ما أو لن تنجح فيه فأنت على صوا في الحالتين هؤلاء الذين يحافظون على الصلاة يقومون بعمل بسيط جدا وهو أنهم يقنعون عقلهم باستمرار بأنهم قادرون على أداء الصلوات أي إن كانت الظروف والعقل مثل بقية عضلات الجسد فكما أن عضلات الجسد تنمو وتقوى بالتدريب والتكرار كذلك العقل ينمي فكرة معينة أو اعتقاد معين بالتكرار فيقتنع بها وكأنها حقيقة مثلا إذا ذهبت إلى النوم في وقت متأخر نسبيا ستجد مئات الأعطار التي تمنعك عن صلاة الفجر بينما لو ذهبت للنوم في نفس الوقت المتأخر وعليك أن تستيقظ في نفس وقت صلاة الفجر لتلحق موعد الطائرة أو تلحق موعد المقابلة للتقديم في وظيفة جديدة ستجد مئات الأسباب التي تدفعك إلى الاستيقاظ وقت النوم هو نفسه ووقت الاستيقاظ هو نفسه ولكن الأفكار التي سيطرت على عقلك هي من جعلتك تفوت هذا وتلحق بذاك لماذا؟ لأن عقلك سيبحث عن كل الأسباب المنطقية التي تدعم الفكرة التي زرعتها فيه هكذا يعمل العقل حتى وإن كانت هذه الفكرة هي فكرة غير صحيحة أو غير منطقية فما إن أخبرته قبل أن تنام بأنك لن تستطيع أن تصلي الفجر لأنك متعب فكرة غير صحيحة فسيمدك عقلك بكل الأسباب التي تدعم هذه الفكرة وما إن أخبرته أنك يجب أن تستيقظ لتلحق موعد الطائرة أو مقابلة الوظيفة سيمدك عقلك بكل الأسباب المنطقية التي تدعم فكرتك وتدفعك أن تستيقظ وربما جعلتك تستيقظ دون سبب وربما جعلتك تستيقظ دون منبه ماذا ما العقل يعمل بهذه الطريقة؟ فلماذا لا نستخدم هذه الطريقة؟ لتعيننا على الصلاة بدلا من أن نستخدمها لنتصارع لدى الصلاة ونختلق الأعذار حتى نتركها هذا الصراع الدائم بين النفس وبين ترك الصلاة يولد حالة نفسية من تحقي الردات يولد شعورا بأن هناك دائما شيء مفتقد يجعلك في نهاية اليوم تشعر بالفراغ لأنك صارعت ضد فطرتك على الجانب الآخر معظم من يصلون يسعرون بالسعادة والبهجة إذا صلى أحدهم الفجر في جماعة أو إن أكمل صلاة يومه كله دون أن تفوته صلاة إذا الصلاة مصدر سعادة وبهجة وسكينة فلنجعل عقلنا يتصورها هكذا فقد تصورها هكذا حتى وإن لم تصلي بعد ستجد نفسك تبحث عن وسائل تعينك عليها بدلا من أن تبحث عن وسائل تعينك أن تتركها ترجمة نانسي قنقر